اهلي ممكن شوفنا المكسب طبعا كان يمنا النهاردة قوي قوي حتة المكسب دي طبعا التلات نقاط مهمين وشوفنا كمان زي ما قال الكابتن علاء عودة الروح بعد طرد يانك انا يعني سعيد جدا بالتلات نقاط اه وصول وصول نادي الاهلي لنقطة تسعة وخمسين بفارق طبعا سبعتاشر نقطة عن اقرب منافسية مبروك طبعا لنادي الاهلي والفرحة في الثلاث نقاطها كابتن ايمان زي ما قال الكابتن علاء انا سعيد جدا بالحالة الطرد اللي جات في الديئة 62 احنا يمكن لما بدأنا الشوط التاني لغاية الديئة 62 نفس الرتم ونفس الاداء بتاع الشوط الاول لكن من ساعة الديئة 62 لما اطرد يانك لقيت بقى فرق يعني فرق في الرتم فرق في سرعة الاداء الروح جوه الملعب لما لعبت نادي الاهلي شعق يعني اتجالها شعور ونقص عددي وان المباراة 0-0 بدأت تطلع حاجات ما كانتش تطلع في ال 62 ديئة الاولى انا سعيد بالروح دي والروح دي المفروض كنا نشتغل عليها من اول دقيقة كان الاسكور هيبقى حاجة تانية خالص غير 1-0 سعيد جدا كمان باللقطتين بتاع الشناوي الشناوي النهاردة عمل اسست في الجون وشال جون يعني تقمص شخصية او اداء نوير في باير مونيك وصد كورة فعلا ولا اروح اللي شالها من اسلام محارب طلع افل بلوك كويس جدا وقدر ينقذ هدف اكيد كان هيلغبط مجريات الامور والاداء فيه بالنسبة للفرين النادي الاهلي طبعا الحاجة الاجابية كمان الجميلة جدا هي الهدف بتاع مروان محسن وكلنا يمكن اجمعنا ان اول ما مروان نزل في الديها 86 الكابتن عليهم توقع وقال مروان هيجيب جون انا قلتلك برضو ان مروان هيجيب جون اسام حسني اول ما مروان بيسخن ونازل قال هيجيب جون يعني احنا اجمعنا بشكل كلنا ان ثقاتنا في مروان هل بالك ده احساس لعبت الكورة يعني عشان كلنا لعبنا وحاسين باللي مروان فيه وعارفين توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيجي كده الاوقات المهاجم في وقت محتاج يجيب جون عشان يرد او يعني ياخد ثقة لو عايز اقولك حاجة كلنا فرح ناله ما كلنا كلنا نفسينا ان مروان هو اللي يجيب الجون عشان نديله حقه ونتكلم عليه وهنا ناخد درس برضو انا عايز برضو اقول حاجة مهمة جدا يا كابتن لازم لمروان وللناس اللي بتنتقد مروان اول حاجة لمروان ما يجبش ان انت تتأثر قوي بالكلام اللي بيتقال عليك لانه ده اراء جمهور طويق كبير عريض كابتن محمد بعد اذنك هنكمل كلامنا بس هنروح الاول مؤتمر الصحفي وبعدين نرجع كلامنا مرة كابتن محمد زي ما كنا بنتكلم قال الامور تحسنت بعد التارت وظهرت روح الفن الله الحامرة وسعيد جدا بالمكسب النهاري كنا بنتكلم قبليه بالزبط في نفس الكلام انا كنت اه كنت بكمل على يعني كلامه هو طبعا يعني قال الحتة دي لحتة الروح بعد الديا 62 واللعب بنقص عدد دي الى ان هو قدر يرجع او يحافظ او يسرع رتم المباراة بحييه طبعا على التغيير اللي عملها اللي هي دفع بمروان محسن في الديا 87 لقى ان باجي بازل مجود كبير جدا مش موفق حط كورة في الشبكة من برا حط كورة تانية اللي هي الشط الاولاني يعني نوع في التغيير او محور الهجوم بتاعت انا بس اللي كنت عايز اتكلم اكمل كلامي وبعدين اتقطع هو حيطة مروان اه فيه شقين شق اللي هو ان مروان يلتفت او يركز او يعني يسمع الانتقادات اللي بتتقال في السوشيال ميديا بشكل يؤثر على شخصيته او يؤثر على ثقته في نفسه اه دي ما يجيبش خالص لانه لعيب النادي الاهلي لازم يكون قوي الشخصية متصلت الميديا على النادي الاهلي بمختلف انواحها ومختلف الازمان بتاعتها يعني زمان كان فيه جرائد وكان اكتر حاجة جرائد وبرنامج او برنامجين في التلفزون اتطورت بعد كده الاستوديوهات اتطورت بعد كده السوشيال ميديا دلوقتي كان فيه جمهور كنت انت بتشوف الجمهور على طول وانت في الملعب بيبدأ يعني يزوم عليك زي ما بنقول كده بلغة الكرة لما الكرة تيجي تطول منك ولا ما تبقاش انت واخد الثقة ومتمكن وانت بتلعب بتبص لك الجمهور بيزوم عليك لما تجي للك كور فدلوقتي نفس الكلام بس باسلوب تاني فاللي انا عايزه او اللي انا طلبه ان جمهور النادي الاهلي جمهور مساند وجمهور داعم لفريد النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي ودايما بقول للجمهور اللعيب اللي هو بيبقى محتاج المساند ومحتاج التشجيع هو اللعب اللي مش في حالته وارد جدا كل مهاجمين مصر كل مهاجمين مصر يعني احنا دينا تجربة في التسعينات تمانية وتسعين حسام حسن راح بركينا فاسه وجلعبنا دور كامل دور كامل النادي الاهلي دور الاول كله حسام حسن محرص ولا هدف راح بركينا فاسه عشان عنده شخصية قوية وعشان عنده ثقة وعشان عنده اصرار خد هدف امم افريقيا 98 في بركينا فاسه ونفس الكلام بقى عدى على كل المهاجمين انه بيعود فترة ما بيجيبش جواه فدي نقطة للجمهور ونقطة لمروان النهاردة اللي حصل هي حتة ان النهاردة ربنا بيجزيه او بيديله هدية لانه هو فعلا قاعد فترة 3 ايام او 4 ايام اللي هفات دول مروان 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 الهدف ده هيطلعه من الحالة اللي هو فيها هيديله الثقة وفي نفس الوقت انا بطلب منه وده طلب يعني فعلا وكل ناس فهمة في الكرة معانا في الاستوديو بلاش يدخل حد من اسرته يعني انا قريد تصريح انه والده طلع واتكلم ما فيش داعي خالص تسمح لنا بعد يزنى كابتن محمد